بين حرب عمياء لم ترحم نيرانها للإنسان ولا الحجر وتقصير حكومي طال عمره وغص العراق بالأوجاع من آثاره ضاعت مشاريع البنية التحتية في البلاد القطاع الصحي نال النصيب الأكبر من سوء أحوال العراق الأمنية ومن الإهمال الحكومي فالكثير من المشاريع الصحية إما تضررت وتوقفت خلال الحرب ولم يتم بناؤها من جديد وإما أعدت المخططات لإنشائها وتعثرت بأياد الفساد الحكومي وسوء الإدارة والمتابعة المؤسسات الصحية في محافظة صلاح الدين شاهد حي على تراجع خدمات القطاع الصحي في العراق فقد توقفت خمسة مشاريع صحية في عموم أقضية ونواحي المحافظة منذ مطلع عام 2014 تزامنا مع الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد وطال الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية أغلب المراكز الصحية في أقضية ومدن المحافظة هناك خبست مستشفيات مشاريع لبناء مستشفيات أربع من عندها مئة سرير في أقضية الطوز والدور والدجيل وسامرة الآن العمل بها متوقف في أقضية محيط مدينة بلد وفي قضاء بيجي الآن وأيضا هناك في قضاء الطوز الآن مراكز صحية مالتها مدمرة بالكامل نسبة الإنجاز الضئيلة في المشاريع المتوقفة والتي لا تزيد عن 30% فاقمت حالة القطاع الصحي المتردية في المحافظة أما المنشآت الصحية التي لا تزال على قيد الحياة فلم تعد تسد احتياجات المواطن العلاجية نهيك عن الازدحام وساعات الانتظار التي يعيشها المريض فتضاعف أوجاعه كثرة الازدحامات وكثرة المراجعين أكثر المواطنين يذهبون إلى مدينة تيكريت أو إلى بغداد طالب من الحكومة والمجلس المحلي في مدينة سامراء بافتتاح مستشفى الألماني وذلك بسبب الزخم الكثير في مستشفى سامراء وتعيش معظم المحافظات العراقية منذ عام 2014 حالة متقدمة من شلل التقدم والنماء تزامنت مع انشغال الجهات الحكومية بالعمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة كما تعاني من فساد حكومي تنامى في البلاد فعطل مشاريع إعادة إعمار ما هدمته الحرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر